السؤال بعد كده بيقول سلام عليكم تقدم شاب لخطبة فتاة وتمت الموافقة عليه ولم تتم أي خطوات رسمية وفوجئت به يتحدث مع عن العلاقة الزوجية وهل ستنفذ ما يطلبه منها سواء الراضية أو لم تقتنع فهل هذا طبيعي الفتاة خافت وتفكر في عدم الموافقة وإتمام الزيجة الحقيقة أني مفيش في الخطوبة ليس من الفطنة وليس من الأخلاق وليس من الكلام عن مثل هذا الموضوع بهذه المباشرة والتعبيرات اللي قالت اللي حضرتك قلتيها تكشف عن أني فيه مشكلة يعني التعبيرات اللي تقالت أنت هتعملي اللي أنا عايز سواء رضيتي أو مرضتيش ده بيقول أن فيه معنى أو صورة للعلاقة الخاصة لدى هذا الشخص وده معنى أنها تتحول للعلاقة الخاصة أول حاجة بس أنا أقول شوية عنوين عشان تعرف القصة وهتعرف المشكلة فيه ده يدل عندنا في الإرشاد الزواجي على أن الشخص ده لو تجربة مشاهدات لعلاقات خاصة هو يريد أن يجعل الصورة التي في زهنه في الواقع طيب واذا يحدث معاه إيه بها؟ ده يحدث من كثرة مشاهدة الأفلام أو شيء من هذا القبيل أو حتى السماع أو حتى السماع أو التخيلات وده بتبقى العلاقة معاه صعبة لأنه هو بيتحول إلى مركز العلاقة وعدم رضاءه بيكون صعب فبيتحول العلاقة إلى علاقة بيتحول الشخص اللي قدامه إلى دميا وهو المعيار فيها لو لم يرضى خلاص العلاقة ما بتكونش مناسبة الحاجة التانية أنه بتظهر بقى فيها المشكلة هي الجرأة على الكلام في هذا الأمر بهذا بهذا المناسبة وأنت بتقولي أنه اللي ما حداش عالش أي حاجة يعني إحنا عندنا هي كل الخطوبة أصلا تكييف الخطوبة كلها أنه وعد بالزواج فما فيش حق للخطيب أنه يتكلم في أي حاجة لكن هو لما يجي يتكلم في العلاقة وخاصة أنا مستشعى أنه كلام اللي هو كلام فيه كان فيه كلام تاني مش بس هو اتكلم عن العنوان فقط واتكلم عن العبارة اللي أنت قلتها أنه أنت هترضي أن أنت تعملي كل اللي أنا مطلوبه ولا لا لا يبدو أنه فيه تفاصيل فإذا كان فيه تفاصيل فهذه جرأة غير محمودة وتكشف على أن الإنسان ما عندهش اتزان كافي فيما يتعلق باللياقة الاجتماعية واللياقة الأخلاقية كمان أنه هو يتكلم في كلام عن علاقة خاصة لا يتكلم فيها إلا الزواج في هذه الفترة أصلا أنت بكلمك باعتبار أن أنت سألتيني في بعض الناس هيجاوبوا إجابات ومش هيسألوني السؤال ده لكن أنت سألتيني فهل ده مناسب؟ لا ده مش مناسب أنا دلوقتي بعمل إيه؟ بقدم لحضرتك استشارة بأن واضح أن منظومة قيم الشخص ده بتختلف عن منظومة قيم حضرتك أدي الحاجة الثالثة اللي عايز أقولها لك أنه هو منظومته في القيم منظومة فيها جزء جدا 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 كمي نفعي هو بيتكلم عن مصلحته لكن ما رعاش ما يسمى بإطار الحياة وبإطار المسافات التي بينكم باعتبار أن لسه ما فيش لعكات بكتاب ولا أي شيء فأنا رأي إعادة تقييم إعادة تقييم المسألة برمتها يعني أنا ما بنصحش حضرتك أن أنت تقولي لأن ممكن يكون الكلام ده تجاله من نصيحة من حد قاله إيه اتكلم في الموضوع ده دلوقتي عشان ما تحصلش فيه مشاكل لأن فيه بنات بتتعب الأزواج فاتكلم فيها من دلوقتي ممكن يكون تلقى نصيحة فإحنا محتاجين نسأله أنت ليه تكلمت في الموضوع ده وليه كذا 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 أنت لما نتكلم عن تبص الحاجات اللي أنا قلتها لحضرتك هتبان ملامح ليها يبقى إذن إحنا إيه اللي نعمله نعيد تقييم الموقف مرة ثانية وبعد ما نعيد الموقف تقييم الموقف مرة ثانية نعمل إيه ناخد القرار ويستحسن كمان أن يكون فيه استشارة أوسع من كده وأعلم بحضرتك فيه أعلم بحضرتك ومنتو الاتنين في مركز الإرشاد الزواجي في دار الإفتال المصرية عشان نشوف ملامح الأمر ده ممكن تكون إيه لكن هذه الاستشارة بتقول إن فيه خلاف على نقطة حمرة لابد إن إحنا نقعد عليها ونتكلم فيها بالتفصيل ترجمة نانسي قنقر